موسيقى مع بعض البرازي نص كيلو من الدي ايه نص كيلو من الدي ايه عندي ربع كيلو من السمنة ومية جرام سكر باودر ونص كباية سيرب تقيل وكمان نص كباية مية عادية ومعلاقة مية زهر حقول لكم بس كل التكنيك ده دلوقتي وبعدين للوش بقى بيتغطى بفوزدو مجروش او مفروم وبيتغطى بسمسم وحنقول دلوقتي بنعمل فيهم ايه لتنين تاني لان السمسم بيتحط عليه معلقتين سكر باودر وبيتحط عليه ربع كباية من السيرب لنقل تاني المعادير كلها فيه سيرب جوال عجينة وفيه سيرب مع السمسم نص كيلو من الدي ايه ربع كيلو من السمنة مية جرام من السكر الباودر ونص كباية سيرب تقيل ونص كباية مية ومية زهر لغاية كده تمام هنتكلم بقى عن السيرب التقيل لما نعجل العجينة هنروح علشان نفضي هنا الدقيق ونحط عليه السامنة وبرضه بنفس الطريقة تلبس اللي احنا بنبسها المعادير مع بعض اهو السامنة مع الدقيق نبسهم مع بعض شوية كده واحنا شغالين بقى ونبسهم عايزين بس نفكركم اللي احنا موجود معنا برضه شركة ايزي للاستراد والتصدير شركة عندها كل انواع البقول الحاجات بتاعتها كلها زي ما بنقول متنقية على الفرازة شركة لها بقى طويل في المنتجات والبقول والحاجات عندهم كمان المنتج بتاعهم اسمه منتج او الاكياس بتاعتهم اسمها اليوم فيه العدس فيه الفصولية في كل ما تتمنوا من بقول متنقية يعني تاخدوها على طول يا دوب تتشطف وتنشتغل على طول السنة دي بقى عملالكم ميزة بتكلموا على التليفونات الموجودة قدامكم دي فبيتواصلوا معاكم وبيبعتولكوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها لغاية باب البيت بدون اي اضافات بنفس السعر اللي بتتباع في السوق عندهم كمان منتج اسمه بيتي فول رائع لازم تجربوه دعالوا مع بعض بقى نكمل عملية البس بتاع البيئي عشان كل زرة من البيئي يبقى جواها شوية تمام وهننزل الزيادات زي ما بقول لكم دايما كده الحروف اهو عشان كله يختلف مع بعضه ونرجع نعيد تاني عملية البس بس اه يعني اللي هو مبسوس مش بس يعني بس مباشر تمام نيجي بقى السر بقى هنا هناخد زي ما قولنا نص كباية من السيرب وهخلي الشوية اللي قلتلكم عليهم ههم ربع كباية وحط عليهم هنا السكر البودر وحط عليهم المية وحط عليهم كمان مية الزهر او الورد ونقلب كل ده مع بعضه الخليط ده بقى اللي هنكمل بيه العجين وبعدين وحنا بنقلب كده الخليط ده مع بعضه كده هنروح جايبين السمسم هنا ونفضيينه ونفض عليه السيرب بتاعي ونحض عليه كمان شوية السكر البودر بتوعنا ونقلبه مع بعضه برضه بمعلقة كده اهو علشان يختلط معانا يبقى احنا كده عملنا السكر اهو مع السيرب مع السكر البودر مع السيرب مع السمسم هنرجع نقلبهم تاني ولكن هنروح بقى عشان نكمل العجين بتاعنا اللي احنا حطينا هنا برضه السيرب التقيل وحطيت عليه المية وحطيت عليه السكر البودر وحطيت عليه ميت الزهر هنزل الحروف اخر حاجة هي واكمل العجين بتاعنا العجينة بتبقى شوية لازجة العجينة بتبقى بتاعة البرازق بتبقى شوية لازجة والبرازق دي طبعا من الحلويات الشامية المعروفة جاملة جدا ورائعة جدا نزود الخليط ده اهو اهو كله مع بعضه كده اخر حاجة نزود الصلعة شوية طبعا لعجينة تستامن معايا ما تقاش لخميرة ولا مواد رفع ولا اي حاجة بفال طبعا لنرفع شايفين عجينة عاملة ازاي هو ده اللي انا عايزه عجينة بتبقى طرية لازجة شوية هنروح بقى اخر مرحلة من العجينة ناخدها كده نزل الزيادة دي اهو ويكون عندي السمسم جاهز ويكون عندي الفوزدق بتاعي جاهز وبمناسبة الفوزدق بتشوفوا طبعا الفيديوهات اللي هي من برا الفوزدق الاخدر ده الفوزدق ده اسمه عارفين العيس كريم بيسموه بوزة اسمه فوزدق بوزة بيبقى لونه اخدر بس بيبقى اغلى شوية ناخد اهي قطعة من العجينة في حجم البندقاية اهي شايفين العجينة هاي لازجة شوية باخدها اغطسها الاول في الفوزدق وطلعها اغطسها في السمسم وارفعها كده وراح حطها في الساج شفتوا الموضوع سهل ازاي العجينة بقى شايفين عاملة ازاي مخدومة صح العجينة تتاكل كده ناية زي ما بيقولو نكورها كورة وناخدها نضغطها في الفوزدق الاول وبعد كده نضغطها على السمسم ونرفع وكده كده هي العجينة هتفرش معانا شوية تطلع بالشكل النهائي اللي انتوا شايفينه ده انا حبيت اوركوا تفاصيل التفاصيل في عمل البرازق اهي اخر واحدة وبالفة هنا وشفة تمام هنعمل ايه بقى كمل العملية بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا حد جميل بقى هيكلمنا عن حياتنا الصحية وازاي نقدر نعيش في حياة صحية وحنا بنأكل كل الحاجات بتاعت العيد دي بس نأكلها باعتدال خليكم معانا ما حدش راح في اي مكان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة